هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صامو طاعة للرحمة صامو طاعة للرحمة السباح الخير عليكم الزينات صحة رمضانكم كل عام وانتم بخيرتم وبصحة ولهنا ان شاء الله يا ربي وان شاء الله اي وحدة ولا واحد راه مخصوص في حاجة ان شاء الله ربي يكمل له ويفرحه في هذا رمضان المهم حبيبات قلبي اليوم ان شاء الله يا ربي يجي تنشارككم بطاجين الحلو اكيد على طريقتي يجي لبنت بزاف بزاف بنين وعاقد ولا سوص تاعه تجي صافيا صافيا ما شاء الله كما نبغوها قاع يعني المهم قدمتها لكم مع سفيريات لي ما يخدونيش في رمضان انا هدوهما يعني صحنها اللي وولت ع رمضان دازم يكونوا حاضرين في الطابلة من هر لي كنت يعني في دارنا حتى اليوم يعني ويجوا شابين ما شاء الله ورني بديت لكم العوسات العام لي فاتوا بزاف جربوهم أليس لكم فيوم عندهم واحد البنة يا البنت روعة 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 واحد البنة وما زال ما دارت لا شباح صفراء لما هي موجده بالوء نقدر وقديريهم دار وقديريهم دار وقديريهم وقدير وقديرين دار وقديروها بسكو سهلين سهلي سهلين شوفوا شوفوا داك الجمالي شاهدتكم في الجنان شا الله المهم نبدأ بهم هم الولاء بسكو ميش دوش كالليد ومما يحضرون ملواله ومبعد نتريباروط حجين لحلو نحتاج الزوج حبات بيض ربع مغارف نواة كوكو نحتاج مغارف كوكاو ومحمص ومطحون نواة كوكاو ربع مغارف وشوفوا البنات نحتاج ربع مغارف تعزيت ونحتاج حليب غبرة وحليب مجفف كوكاو ربع مغارف كوكاو نحتاج خميرة كميائية ووزن 10 غ ونحتاج لفاني ونحتاج لفاني ونحتاج لفاني قرفة على رأس المغارف الصغيرة هنا نشوفوا البنات اول حاجة نديروا القرفة والبيض زوج بيضات وربع مغارف زيت ونديروا شوية لفاني لفاني وميزان وليسونسيال ونخلطهم لحمرح البيض مع الزيت مع لفاني مع القرفة هنا البنات بعد ما نخلطهم مليح مليح بالفوي برك نزيد نواة كوكاو هي ليش مطحونة عادي نواة كوكاو كي ما تشاريها بس حشرون نوعية رقيقة لا تشاريوش هذه الخشينة ولكن كانت عندكم نورمال ديروا بيها ولي ما يبغوش نواة كوكاو نقولكم ديروها ويدا استبنيتوها ولجاكم لقوقولوا لي جانا فيها لقوق ما فيهاش لقوق نهائيا على خطر هي كي تتخلط مع الكوكاو يعطوه واحدة ذوق ما شاء الله ما تحسي لا للكوكاو ولا لها هي وميامطان يعسلو لك هذه السفيرية كي يتلاقوا هادو زوج يديرو حالة المهم نخلطهم مليح مليح ونزيدو ساشي خميلة كميائية ووزن عشر غرام ساشي كمبلي هنا لبنات نكون صريحة مع أخواتي شوفوا أنا كي جيت نعبر الكوكاو كانت عندي واحدة شوية في واحدة البوختمونجي صغيرة كوكاو ومطحون عبرت ربع مغرفهم بعد بقعت واحدة شوية بصح ما ننصحكمش هاديك شوية برق اللي زيتها تاع الكوكاو أثرت لي على السفيرية توعيك وشغل الكوكاو أغلب لي لهذا نقول لكم بسكني ديارت هاديجا مقبل أبغيتوا تشوفوها اني طابعتها كيما سفيريات كيما الشباح السفرة ألوغ ديرو ربع مغرف كوكاو نيشان بالضبط ربع مغرف كوكاو ربع مغرف كوكاو ربع مغرف كوكاو نيشان بالضبط يعني ما تزيدوش ولا نتشا سيمون بنات ومبعد نديرو ساشي خميرة كيميائية كيما شفتو ومبعد تتجمعوهم باللحظة اللحظة هنا هي الصح هي الصح اللحظة فيهم خطرش هي اللي تعطيها هدك الخفة هدك الذوق الرهيب يعني ما شاء الله وخلاص تتجمعوهم بصح ما تنشفوهم مش بزاف بزاف كيما لكم تشوفو بحصلوا على عجينة أطرية ها هي وكي تضغط عليها هكذا ما تنشقش معك في الجوانب راكي تشوفي بلي ما انشقتش في الجوانب تعرفي بلي لاباتاكا هي طرية يعني كيما الصعب لي بلخوف توجد نغطيها ونخليها ترتاح بلا ما وجدنا طاجين حلو تعمى اذا نشوفو البناتان هنا طاجين حلو وركزو معايا نخدم تحكي نجوغ يعني في شهر انضاء نخدم زوج خطرات برك على خطر ما ينتكلش كمال نعرفو ناكلو غشوية ونعودو نرجعو الثلاجة غشوية غيهاكك غيهاكك تقول غي تحمي فيه لهذا نديره ضربة واحدة وينتام يكمل يكمل هنا لسانسية البناتاني شارية فانتسامي قاع منهم 25 ألف 25 ألف بصح نشري الحاجة المليحة يعني نوعية المليحة على الزبيب خاصة خاصة البرقوق يبغي باش تشروه نوعية مليحة وفانتسامي كما كيتشوفو يعطيك ميام ما شاء الله يعني تكفيك لانه هو مكلتها قليلة لهذا درت منها شوية على الزبيب وحده هو والمشماش ودرت البرقوق وحده كي ما راكم تشوفو نغسلهم بالما بارد ملحانة فيها يعني مشي بالمحامي البنات ولا الدافي هذي نقطة مهمة خاصة بيابتلكم طريقتين يعرفك قاعد يغسلوا بالمحامي منه أنا نقولكم سيخطو سيخطو البرقوق كيتشمخيه بالمحامي هذيك الجلدات تعالفو قانية تتندى وهكا وتبغي تطير وكي تدريها كشغل صايت اطري عليه بالحمان كي تدريها في الاصص يبدأ يطلق لك فيدوك الجلوف تاعه لهذا غسلوهم بالما بارد هنا كمشتو البنات عبرت بهذه الغرفية عبرت الزبيب والمشمش جاءوني غرفية وربع كيلة وربع وراني نعبر هنا في البرقوق جاني كيلة كم تشوفو كيلة برقوق وكيلة وربع زبيب والمشمش ثم في زوج عندي زوج كيلات وربع زوج كيلات وربع متفاهمين البنات لحد الان راكم ما يفاهمين نشان يقول هنا بالنسبة للهدوسفيريات وراني نحتبرهم كيلة واحدة اخرى ثم عندي زوج كيلات وربع تاع مكسرات تاع فواكه جافة وكيلة تاع سفيريات ثم هادوك زوج كيلات وربع انا غدير بالزيادة زوج كيلات وربع خمسة هي زوج كيلات يجي فيهم ربع عامة زوج كيلة تقابلهم ربح كيلات ما ثم الضحف عندي زوج كيلات وربع تقابلهم 5 كيله ما كيله سفيريا تقابلها الزوج ما ثم شحال درت ما درت سبعة غرافة تعمة سبعة تعل غرفية ما قالو سبعة تعل غرفية تكن قسموهم على اثنين نصيبوو ثلاثة ونص ابان ديرو ثلاثة ونص سكر ثم درت سبعة تعل غرفية ما ثلاثة ونص سكر بتفاهمي اللبنات يعني حاجة سهلة ومن بعد هنا البنات ندير لهم نص مغرف زبدة مارغارين نص مغرف برك مارغارين ندير شوية تحشراء إحليمون متكتروش ترتك تلاتة رقاق برك كما كنتشوفو وكمية اللاصوس تعيرها هي عندي بزاف درت عود كبير تعقرفة تلاتة نجمات ودرت لاظاني وعطر مازهر عطر لاظاني وعطر مازهر أما بالنسبة للمازهر ندير حتى في الآخر في الديبيوت درتك في العطر التاعه اللي كان عندكم ما كانش عندكم ديري لاظاني وخلاص نخلطوهم جاسباغ لبنات المقادير فهمتوني أنا هنا على هتترت غادي تجيني سويس ومعاهدوا لكم تشوفوهم يعني يوكي طيب دوك تشوفو هنا أول حاجة ندير البرقوق يفور نديرها يفور كما كنتشوفو واحده ونخلي هنا يا الشربات تاعي حتى تبدأ تغلي نزيد العزبيب والمشمش على كل حال دوك تشوفو معايا هنا نجيب هاد العجينة تاعي تاع سفيريات بعد مرتاحت شوية نحلها ما بين زوج تاع الساشيات ونطباحها كما تبغو هنا البنات بناتنا عطيكم واحدة النقطة أنا على هزيت تلاسوس على زيتها بسكووت لكم ندير تحكين جور خطرات هادو سفيريات يكملوا إذن شان نبغي ندير نبغي ندير ليبابا واحدة أخرين بلا حاجة ننصيب شوية تاع السوس كاينة قدما نشربهم يكون معايا إذا درس حاجة واحدة أخرى لطاجين الحلو هادا ليبابا ولا شباح سفرة ولا سفيريات واحدة أخرين ولا ننصيب حاجة باش نشربهم ما كون فاهميني وانا نبغي نشربهم بلا سوس تاع البرقوق يعني تاعه تاع تاجي الحلو ما نبغيش نخدم شاربات واحدة أخرى نبغي نشربهم فيها باش تجيني البنا شابة سيبون البنات هنا كما كون شوفوا نص طبحته لشكل القلوب كبار وصغر والباقي راني ندير فيها هكذا كوم دي سيقا ومقبل قاني ديرتلكم فيديو هكذا كوريات برك تكوروهم برك هما في الأصل تاعهم يجوا مكورين في أصلهم كوريات وانا دبت لكم كوريات دبت لكم بالطابعة شباح السفرة دبت لكم دي سيقا ديرو كما تبغو هنا البنات بعد ما يبدأ هذي الشاربة تغلي جي بها ذاك الزبيب هو والمشمش ترميهم البرقوق راح يفور هنا البنات نجي ندير الزيت باش نقلي شباح نقلي سفيريات شوفوا الزيت كيت حموها عادي على نار متوسطة ومبعد نقصوها للنار شعره 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 يعني متبانش خلاص قلت لكم كيت حمو الزيت على نار عادي متوسطة كيتشوفوها حمت نقصوها شعره وتبدو تستوها بحبة برك حبة واحدة برك باش تشد درجة الحرارة المناسبة ومبعد تبدو تقلو فيها ليسانسيال كيت تقلوها على النار قلت لكم شعره هادية وكيت تبدو تقلو فيها مليقش كيتحطوها تحمار ثم ثم تحمار غادي تحمار لكم بالفوق ومداخل تقعد لك خضره كيف راكم تشوفو تبدو تنقلها غيب شوية غدو قدو قعليها تنقلها بالداخل ومبعد تحمار من بره هاديك هي وهنا كيف راكم تشوفو هادو الريسيقاغ تواعي راهو مقله وراح انكلحهم وبدي تنظيف في هادو القلوبة استقوني البنات هادو القلوبة كلاوهم ولادي وزوجي قبل ما نديكوري بيهم لأن وجهتهم البارح هادو قالوا لي نصحروا بهم قبل ما تصوري قالوا لي باش هكا نصب الزوجتاعي راني نهدر عليها قالي باش يعطيني شوية على القوة والداخجة المهم البنات بعد ما قليتهم كامل وصفيتهم هنا يا البرقوق عفون الحلو تاعي بعد ما عقد راني اضفت له البرقوق حتى من هذاك البرقوق يفوروا وكي تكونوا تفوروا فيه غطوه باش ينتفخ ذاكوه البنات وكي تشوفوه انتفخ خلاص الحباتي انتفخ تطفو عليه وخلوه مترموهش في العصاص حتى تشوفوها عقدة كما كنت شوفوه حتى تشوفوها عقدة باش تضيفو لها البرقوق ياك بعد ما ضفت البرقوق ضفت فنجل تعشاي غير ربع فنجل تعشاي غير ربع ماء الزهر فنجل تعشاي غير ربع فنجل تعشاي غير ربع ماء الزهر بعد ما ضفت البرقوق ونضع السفيريات تاعي ونزيد للنار ونخليهم يغلوا نزيد للنار ونخليهم يغلوا ثلاثة دقايق هكذا هنا يحتاجون لبنات السفيريات يحتاجون بشي تشربو كل ما تشربوهم ملاح ملاح كل ما يجوكم ملاح لابيها قلت لكم انا لابيها في البداية نكتر لاصوس يعني ومشي نكتر تجيل عبر هاداك هويك بعد ما نطفي النار هنا بعد ما تشوفوا بدأت تغلي نحسب لها ثلاثة دقايق بعد ما بدأت تغلي هكذا وهم بعد نطفي عليها ونخليهم يتشربوا ملاح ملاح يعني نعطيهم الوقت مشي غير تحطي سفيريات فلاسوسهم بعد تسربيه انه يحتاجوا بشي تشربوا ملاح 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 واحد النص ساعة ولا اكتر ماذا بيك اكتر من ساعة ولكن اكتر من ساعة ولكن اكتر من ساعة واللح تيباتوا يعني يجو طوب دي طوب يا البنات كل ما يتشربوا كل ما تجي خير وخير هنا راتني طفيت النار شوفوا كيفاش جات سوا سوا مع هادوك سفيريات ومع هاداك الفواكه الجفة جات سوا سوا اللاصوس تعال حلو وهدي هي بعد ما قدمتها يعني ما شاء الله صدقوني جات روعة 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 في البنا خاصة لاصوسها حلو وما هاداك سفيريات يا البنات ما نحكي لكم ما نحكي لكم شاهدكم في الجنة كما قلت لكم كلينا نصهم البارح يعني تفحرنا بهم جاو تحفة تحفة حسلين من قلب بتاعهم يعني واحد البنا كما قلت لكم كما قلت لكم كما قلت لكم كما قلت لكم الكوكه وربعة نواة كوكو ربعة ما تزيدوش درة لا منا ولا منا سيبوهم البنات تقيدوا بالمقادير وغادي تجيكم تحفة تحفة شوفوا 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 ما شاء الله ما شاء الله ايبا البنات هدا هو هدي هي الوصفة تعنات عن هار اليوم تنجيل حلوة على طريقتي وسفيريات تحجز الهند مع الكوكه ويجوا ما شاء الله اللي ما يبغوش نواة كوكو نقولكم جربوها ما كاش ذوق نواة كوكو ما شاء الله اللي بغات فيها ذوق اللوز معليها غير تزيد عطر اللوز ولا تستبدل الكوكه باللوز هدي هي البنات وتجيك واحد طبق ما شاء الله خاصة بالنهار الولتع رمضان ان شاء الله ربيح ليامكم ويامنا وفي الاخير البنات ما تنسوش جمجمول هي البنات والبنات اللي دخلتوا جدد معنا مرحبا بكم غالياتي اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس هكذا باش يصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته